السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا معايا الفيديو ده اللي هنشوف من خلاله مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لسه ما اشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويريد كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الادوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من القطع اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على مصفى حوض المطبخ وبعد كده هتقدر تلمي كل بواي الاكل والاوساخ اللي تصفت عندك في حوض المطبخ بكل سهولة وهنا معنا الممسحة دي وهي بيبقى ليها كزا طريقة في الاستخدام تقدر ان انت تنظفي بها الجدار او الدوليب او المرايات او الشبابيك او مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك وهنا عندنا منظم تقدر ان انت تنظمي به مشترك الكهرباء والداري من خلاله مختلف اسلاك الاجهزة او كل الاسلاك الكهرباء اللي بتبقى موجودة عندك وتقدر يتنظمي عليه جهاز الانترنت وتنظميه عندك على الوفي او تقدر ان انت تثبتيه على الجدار كده جنب الشاشة وهنا بقى هنشوف عندنا الفرشة التلاتة في واحد وهي بصراحة فرشة جميلة وعملية جدا تقدر ان انت تخسلي مختلف احجام الكوبايات من جوه ومن برا من خلال الفرشة دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهي بتساعدك انك تنظفي وتخسلي كل جانب في الكوباية او في المنظم او اي حاجة انت بتخسليها بيها بكل سهولة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظمات للهدوم تقدر ان انت تثبتيها عندك في الدولاب فوق بعض بالشكل ده والمنظمات دي بتيجي متقسمة كده الاجزاء الصغيرة تقدر ان انت تنظمي فيها الشربات او الملابس الداخلية بعد كده هنشوف عندنا ممساحة او اسفنجة تقدر ان انت تعصري منها كل المية وكل سوائل التنظيف اللي التقامى موجودة عليها بكل سهولة وغير كده بتكون صغيرة في الحجم وطريقة تصميمها بتساعدك جدا انك تنظفي بيها كل الاسطح او الاجهزة اللي بتبقى موجودة عندك في البيت بكل سهولة هنا عندنا حامل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتقدر ان انت تتحكمي بالحجم بتاعه على حسب حجم الجدار عندك وتنظم عليه مختلف احجام الفوض بتاعتك او الاحذية الخاصة بالحمام وهنا معينا الفرشة اللي بيجي فيها جزء مخصص تقدر ان انت تدي فيه فيه ستبون السائل وبعد كده تقدر ان انت تنظفي بيها المواعين وغير كده تصميمها عملي جدا ومش هتجرح ايديك وانت بتنظفي بيها المواعين وبيجي معها حامل تقدر ان انت تنظميها عليه وهنا هنشوف عندنا منظم تقدر ان انت تنظمي فيه مختلف انواع الزيوت او السوسات وهو بياخد معاك تقريبا نص لتر من اي نوع زيت او سوس عاوزة تنظمي بي بعد كده هنشوف عندنا منظمات للهدوم وهي بتكون مصنوعة من القماش تقدر ان انت تنظمي فيها البناطيل او التشيرتات او مختلف انواع الهدوم اللي بتبقى عندك وطبعا المنظمات دي بتساعدك ان الدولاب عندك يفضل مرتب ومنظم وغير كده بتساعدك على استغلال المساحات الصغيرة جوة الدولاب بعد كده تعالي هنا بقى نشوف مع بعض عندنا الورق ده اللي هو بيبقى شبيه لورق الزبدة تقدر ان انت تستخدميه لما تيجي تشوي الفراخ او اللحمة او اي حاجة انت عاوزاها وهو طبعا مهمته ان هو بيساعدك ان الحلل بتاعتك تفضل نضيفة وما يجيش عليها اي دهون وتقدري كمان تلفي بالاكل او استندوتشات بعد كده عندنا منظمات للرز او الدقيق او السكر والمنظمات دي بتيجي باحجام مختلفة اهم حاجة في المنظمات دي انها بيجي معاها اداة معيارية بتساعدك ان انت تعايري بيها الكمية اللي انت محتاجاها من الحاجة اللي انت منظمها بيه سواء كان رز ده او دقيق او اي نوع من انواع البوكاليات اللي موجودة عندك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم لتغزين وتنظيم البيض بيجي عبارة عن رفين وبياخد معاك تقريبا حوالي 15 بيضة تقدر ان انت تنظميه جوه التلاجة او برا التلاجة واهم حاجة في المنظم ده انه حجمه بيكون صغير يعني مش بياخد مساحة عندك خالص جوه التلاجة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا اداة للتنظيف وهى عبارة عن سلكة تقدر ان انت تنظف بيها الحود او الحلل او الاطباء او البتجاز تقدر ان ان انت تنظaffe بيها مختلف الاسطح بكل سهولة وهي بتديك افضل نتائج التنظيف اللي انت بتكوني محتاجاها وهنا تعالي نشوف مع بعض معايا مجموعة من الادوات اللي بتساعدك ان انت تشيلي كل الحاجات السخنة اللي بيبقى صعب عليك ان ان انت ترفعيها والادوات دي بتيجي باسكال مختلفة بتساعدك ان انت ترفعي الطبق او تشيلي الحلة او الصواني السخنة بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا المصفى الكبيرة دي او المغرفة اللي تقدر ان انت تستخدميها بكذا طريقة مختلفة وحجمها بيكون كبير بيساعدك ان انت تصفي مختلف الاكلات اللي انت بتعمليها زي الخضار المسلوق او المكارونة او اي اكلات تانية بتحتاج ان انت تصفيها بعد كده هنا عندنا منظم للاطفال تقدر ان انت تنظمي به معجون الاسنان وفرش الاسنان بتاعت اولادك بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا الممسحة الجميلة دي وهي طبعا بييجي معاها الجردل الخاص بيها اللي بيساعدك ان انت تنظفيها وتعصريها من كل المية ومن كل سوائل التنظيف اللي بتكون عليها وطبعا الممسحة دي بتكون مرينة جدا وبتساعدك ان انت تنظفي تحت السرير والكنب وبتساعدك ان انت تنظفي مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للصابون المنظم ده تقدر ان انت تستبتيه على اقدار الحمام بكل سهولة وتنظمي به صابنتين في نفس الوقت وهنا بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تسبتيه على الجدار او على الحود وتنظم عليه مختلف ادوات ولوازم التنظيف زي فوات المطبخ او السنجة الموعين او السلكة وهنا هنشوف عندنا منظم للمكسرات والحلويات بيجي على شكل وردة وزي ما انت شايفة كده تقدر ان انت تنظمي به كمية كويسة جدا من المكسرات او الشوكولاتة او الحلويات بعد كده هنشوف عندنا اداة تثبيت او منشر تقدر ان ان انت تسبتيه عندك على الجدار بكل سهولة وتنشري عليه الشماعات او الهدوم زي ما احنا شايفين كده مع بعض من خلال الفيديو هنا معانا الشبكة دي وطبعا الشبكة دي بتكون متحركة وتقدر ان انت تستخدميها عندك على الشبابيك في البيت او تقدر ان انت تستخدميها في العربية وهي بتيجي متوفرة بكذا حجم وبكذا مقاس تقدر ان انت تختاري الحجم المناسب للشبابيك الموجودة عندك بعد كده معانا رف تثبيت او اداة تثبيت تقدر ان انت تثبيتها عندك على دولاب المطبخ وتنظمي عليها ادوات والوازم المطبخ اللي بتكون عندك بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من منظمات البوكاليات وهي بتيجي باحجام مختلفة تقدر ان انت تنظمي بها الرز او السكر او الدقيق او مختلف انواع المكارونات او تقدر انت تنظمي بها المكسرات او طبعا مختلف انواع الاطعمة اللي انت بتفضليها تقدر ان انت تنظميها في المنظمات دي وطبعا تقدر ان انت تستخدمي المنظمات دي في التلاجة او برا التلاجة بعد كده عندنا منظم لتوزيع الزيت والمنظم ده بيجي معي فرشة بتساعدك ان انت توزيع الزيت بشكل متساوي على الحلة او الصينية بتاعتك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظمات صغيرة تقدر ان انت تثبتيها على اقدر الحمام بكل سهولة وتنظم عليها فرش الاسنان ومعجون الاسنان بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مكوى للبخار حجمها بيكون صغير ومناسب جدا للسفر يعني لو انت مسافرة تقدر ان انت تخطيها معاك في الشنطة مش بتاخد معاك مكان خالص جوا الشنطة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مدخل المية تقدر ان انت تثبتيها على اي قرورة عندك وتستخدميها بكل سهولة من خلال الضغط على الزرار تقدر ان انت تستخدم المية او العصير او اي حاجة انت عاوزيها بكل سهولة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا كسارة اللب او البندق او اللوز او عين الجمل تقدر يتقشري من خلالها مختلف انواع المكسرات وهي طبعا زي ما انت شايفة كده سهلة جدا في الاستخدام وغير كده كمان هي بتبقى سريعة جدا وبتديكي افضل النتائج اللي انت بتبقي محتاجاها زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو طريقة استخدامها بتكون سهلة وعملية قوي ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي أدوات منزلية جديدة وأفكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يفصل لك إسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة إن شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده هقولك إزاي تقدروا تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معنا في الفيديو ده والأدوات اللي محتاجاها في بيتك أو في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر إن انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والأدوات دي بكل سهولة تقدر إن انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر إن انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه خب داياتا كده أول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر إن انت تجيبي كل الأدوات دي عن طريق تطبيق عليك سيبريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة الاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن ليها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوزا اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائز بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت اسببكم في رعاية اللي